شروط صحة الحج هي عبارة عن أمور تتوقف عليها صحة الحج وهي ليست داخلة في الحج وإنما هذه أمور خارجة عنه إذا اختل شيء منها كان الحج باطلا وهذه الأمور هي أول شيء عندنا الإسلام فيشترط في الإنسان الذي يحج أن يكون مسلما لأن الكافر ليس أهلا للعبادة ولا تصح منه العبادة ولا يسب عليها فالحج لا يصح منه لا أصالة ولا نيابة يعني ما ينفعش هو يرح يحج بنفسه ولا أنه ينب آخر يحج عنه فإن حج بنفسه أو أمر من يحج عنه ثم أسلم فعندئذ وجبت عليه حجة أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما أعرابي حجة ثم هاجر يعني ثم ذهب إلى المدينة أو ثم أسلم يعني فعليه أن يحج حجة أخرى وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في المرة في الدروس الماضية قال أيما أعرابي حجة ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وهذا الحديث دليل على أنه لا يصح منه الحج في حال قفري وكذلك الآن مثلاً لو أن إنسان هو مرتد مثلاً ارتد عن الإسلام لكن هو مثلاً يصل ويصوم لكن هو مثلاً لا يعتقد مثلاً بشيء معين أو يقول لك أن الخمر حلال أو يقول مثلاً أن الصلاة ربنا لم يوجب إلا صلاطين فقط فهو في الحقيقة مرتد لكنه ورح حق فحقه في هذه الحالة باطل فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الإسلام فعندئذ يلزمه أن يحج حجة أخرى الشرط الثاني هو العقل يشترط في الإنسان الذي يحج أن يكون عاقلاً لأن حج المجنون لا يصح منه لأن الحج عبادة والمجنون ليس من أهل العبادة فلا يصح منه في هذه الحالة فلو حج في أثناء جنونه فحجه غير صحيح وإذا أفاق فعندئذ يجب عليه بعد ذلك أن يحج حجة الإسلام لكن الفقاء قالوا يصح لوليه أن يحج عنه نفلاً يعني ويقع عنه نفلاً لكنه إذا عقل فعندئذ يلزمه حجة أخرى الشرط الثالث هو الميقات الزماني للحج يعني لابد أن يقع الحج في الميقات الزماني الذي حدده الله سبحانه وتعالى لهم اشتركوا في القناة